عودة الرئيس هادي لعدن حملت معها أمال الكثير من اليمنيين باتجاه تحسن الأوضاع في المناطق المحررة وتعزيز حضور الدولة فيها لكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن اجتماعات الرئيس هادي اليومية التي يعقدها مع قيادات الأجهزة الحكومية لم تفضي إلى حل أي مشكلة مما تعانيه عدن عاصمة شرعية كما تلاحظون الأوضاع الأمني في استهور وشكل كبير في العاصمة المحقة عدن بالأمس التقى الرئيس بوزير الداخلية وقادة المؤسسة الأمنية هذا اللقاء عقد مثله قبل أكثر من أسبوع لكن الاغتيالات لم تتوقف ولا جهزة الأمنية لا تزال مزدوجة ولم يتم حل أي من الملفات الأمنية العالقة على الصعيد الاقتصادي يعيش الريال اليمني أسوأ أيامه على الإطلاق وفي نفس الوقت يلتقي هادي بمحافظ البنك المركزي وقيادة وزارتي المالية والتجارة لكنه اجتماع مفرغ من أي خطوات عملية إذن اجتماعات رئاسية يبدو أنها لتبادل الهموم الشخصية أكثر منها لحل مشاكل بلد يرزع تحت الحرب والمجاعة لا يرى هؤلاء أنفسهم مسؤولين عما يحدث في البلد ولا يبدو أنهم آخذين على عاتقهم إخراجه من الأزمة التي يعيشها عند وصول هذه لعدن أعلنت الحكومة أنها ستعود بكامل قوامها إلى العاصمة عدن وممارسة عملها من هناك لكن العديد من الوزارات لم تعد والبعض يتواجد وزيرها في مقر معاشيق بلا مقر أو موظفين يديرون مهام الوزارة تبدو شرعية كما لو أنها تعمل ضد نفسها ويبدو الرئيس مستمرا في مسلسل شرعنة اختطاف الدولة أو ما تبقى من شبحها التحالف العربي أيضا يتواطأ مع أداء الشرعية الباهت في تقويض الدولة السيطرة الإماراتية على الموانئ والمطارات في عدن وحقول النفط في شبوى وحضر موت وسيطرة السعودية على الموانئ والمنشآت الحيوية في المهرة هي الأخرى تضع علامات استفهام حول أهداف التحالف في اليمن وفي مواجهة المؤامرات الخارجية والعجز الداخلي يقف المواطن اليمني بلا سند ولا دولة ولا آمل للتغيير في ظل ظروف مركبة أصبح فيها اليمن ميدانا لصراعات إقليمية ودولية خطيرة